بارح كابتن محمد رمضان لما قد لها بالتصريحاته تحديداً بخصوص علي معلول وتصريحات أحمد الكندوسي وبيعه لسيراميكا كليوباترة كان بعض الجماهير مجدبش عليك وانا يعني تحفظت فكرة انه الحديث في الموضوع دي في هذه اللحظة في هذا التوقيت مش انه يتكلم فيها يتكلم فيها طبعاً كابتن محمد رمضان بالعكس ده يوضح للرأي العام الوضع ماشي ازاي كان بس تحفظي الوحيد انه قبل ساعات من مباراة الاهل والعين ده التحفظ الوحيد بس اكيد الاهل قدر وبعض الناس انتقلت الكابتن محمد رمضان بسبب هذا الامر بس معلوماتنا قلت لنا انه ده حصل باتفاق مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ما طلعش من نفسه كابتن محمود الخطيب كان عايز يقفل تماماً تماماً باب الاجتهادات في كل هذه الموضوع فطلب من الكابتن محمد رمضان الخروج للاعلام والتحدث في هذا الامر وغلق الباب امام اي اجتهادات فكرة فكرة ما كده مش عليك انا على المستوى الاعلامي احب باخد المعلومات دي كلها انا بكلمك على المستوى بقى الجماهيري وانه الاهل رايح يلعب مباراة مهمة جداً احس انه مش وقتها تصوري ايه طيب